بقولك يا العيلة عارفة أول حاجة كده عايزين نتكلم فيها في موضة كده مش هتيجي على المزاجك قوي عارفة انت متحبش قوي السوشال ميديا بس دايما تطلع حاجة ترند كده كل الناس تحب تعملها من كام يوم كان فيه انك انت تسيبي الناس تقول أول إمبريشن جالهم عنك لما شافوكي طبعا أنا قلت له ما تعملوش حسابي في الترند ده عشان أنا برج القطر وبقول بصراحة وانتو بتزعلوا يا جماعة ما تعملوش حسابي في الترند ده لا أنا بمناسبة الترند ده والله طبعا انت عارفة أنا مش مطالعة فقط ترخير ايو أنا بحاول أبداتك باللي بيحصل تانكيو بريموتش أنا ناس كتير الفرست امبريشن بتاعهم بيبضل دي تماما بتصوروا ان أنا عملة مناخيري كده وان أنا تأخر واحدة ايوة بس ويبتدوا بقى يبنوا أحكمهم على هذا ما عرفش يا خلقة ربنا ظاهر ولا حاجة بس اللي بيستنى ويصبر لحد ما اعرفني بيلا إن أنا حاجة تانية خالص فوضع إن أنا حاجة تانية خالص بس انت عارف أنا زيك يا ليلة برضو أنا بحب الرغي وأنا رغاية عادي وكل حاجة ومتكلمة وعشرية بس أنا برضو معرفش أدخل على ناس من أول مرة رغي معاهم يعني غزبا عني مش هتحفز بس أم فهم اللي لكده وفهم البني أدنين يعني أم فهم لا هو أنا مش هشان كده والله يا سمين أنا أغلب الوقت بحب اللي قدامي يتكلم أكتر من أتكلم العكس يعني اللي هو إيه تكلم حتى أعرف من أنت تحب يا إيه تقيل أنت برضو تقيل برضو تقيل برضو مزيع في نفسك مزيع في نفسك طيب إحنا فيه الترند اللي إحنا نويين إن شاء الله نشاركه مع المشاهدين بتاع صور الطفولة أيوة 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 بجد بقى أنت لما تشوفي صورتي بقى هتوزهالي عشان أنا من وانا صغيرة وانا شعري بقى عارفة إن القصير هو اللي بيليق علي الله هو لا بس عايزة أقولك حاجة طبعا مش عارفة ليك إنه بيلبسونه دايما فستين أفرح في أعياد ميلادنا أه لازم أنا يعني عندي صورة الأروى بالظبط كده وبردو كنت بأقصي لها شعراء دايما يعني يعني دايما الشعر القسير وكان فعلا بيليق عليها أكتر ده حاجة حاجة تانية أريح للأمهات قوي آه طبعا قوي عشان المدارس المدارس والحشرات لا طبعا ده حاجات وانا كنت بأقصي لأولادي شعرهم فكان أريح أرى